السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم تصريحات مثيرة للجدل من العميد صادق بالعيد رئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عليش صار الجدل؟ نرجو شوية بعد الاجتماع الأول السبت اللي فيت وقتها العميد صادق بالعيد في التصريحات صحفية من بعد قال اللي بجي تم التخلي على الفصل الأول من الدستور اللي ينص على أن تونس الجمهورية النظامها الإسلم دينها والعربية لغتها الإسلم ودينها بالذات بيش تتنحى هذا يا خلف جدل بين اللي موافق وبين اللي ماهوش موافق اللي يقول لك وأنه هذي هو معناها تبرير بالعيد طبعا هو هوني كيف وكيف رئيس الجمهورية مقتنعين بنفس الفكرة يقول لك أنه هوني بيش نقطع أمام الأحزاب اللي تستغل في المجال الديني وتستغل معناها كل الأحزاب الإسلامية خاصة حركة النهضة اللي تستغل في الباب هذي بش يعني دخل الدين في السياسة إلى غير ذلك خلينا احنا نحيوه لقطع الباب أمام الأحزاب هذي هوني تختلف في الآراء اللي يقول لك رئيس الجمهورية صحيح واللي عمله صحيح وعنده الحق واللي يقول لك أنه هذي يجي فقط لقطع الباب أمام حركة النهضة يعني ما عندوش نفس أصلاحي مش نحاه للأصلاح بغاية الأصلاح إنما نحاه فقط بيش يقطع الطريق أمام بعض الأحزاب ولا لغاية سياسية العميد صدق بالعيد قال تفكروا شنو أصار قبل أحزاب جيت باسم الدين وخربت البلاد وشفنا الخراب في تونس وإلى غير ذلك فخلينا نحيوه لفصل هذي لا حقيقة الفصل هذي أثار جدل ويسع شنو المويق في الكل نلقاه اليوم مثلا من حركة الشعب مشاركة بزهير المغزيوي في الحوار الوطني خرج اليوم وقال اللي هو مش عاجب للموضوع وعليش نرجع ونحكيه على الهوية توصية وهوية البلاد توصية نلقاه زيدة زهير حمدي أمين عام حزب الطيار الشعبي يقول بأنه عليش معني نعود ونرجع للمعركة متاع الهوية متاع الدولة التونسية وبتباعة الحال يقول ما يزمنش ننجره إلى معركة جديدة معركة متجددة من أجل الهوية مرة أخرى لأنه يقول أنه هوية الشعب التونسي العربي المسلم لا يمكن أن يتجاهلها أحد وهوني يعني الأطراف هذه تقول أنه لازم يقعد الفصل على ما هو عليه برشا الناس خرين تقول أنه هاوبورجي بعمل الدستور من 59 وهو موجود حتى في دستور 2014 موجود فعليش نجيه في دستور 22 والنحي على كل الفصل هذا يعمل جدل كبير خلينا نشوفه بالعيد اليوم عمل تصريحات مثيرة أشنو أقال فيها يا سيدي العميد صادق بالعيد يأكد بأنه أولاً الجلسة الثانية اللي صارت اليوم بتاع الحوار الوطني صار فيها تعمق في المقترحات اللي قدموهم الأطراف اللي شاركت طبعاً شنية المحاور اللي بش يحكيوا فيها ولا اللازمة أنه الدستور القادم ينظر فيها كل حد عبر على رأيه ويقول بأنه الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي ولكن يقول الدور هذي يحتاج إلى تطوير لازم الدولة تطور من روحها في الجانب الاجتماعي هذي أما عن مسألة الهوية هذي يقول بالعيد أنه الشعب التونسي هو أمة عربية إسلامية ويقول لا داعي للمزايدة على الموضوع هذي ويقول بأنه بش يتم التنصيص على المبدأ الأساسي هذي ولكن في الموضوع المناسب يعني مش بش يكون في الفصل لول من الدستور أما مساش ككلمة اللي هو الشعب أمة عربية إسلامية أتوا نحطوه في الدستور أما الكلمة هذي كانت على الفصل الأول رايبش تتنحها ويقول برب يزيوا من المزايدات على مسائل مفروغ منها ومسائل فارغة على حد تعبره ولكن التصريحات اللي أثرت الجدل يقول بالعيد في الجلسة متاع اليوم أنه يعني بخصوص إمكانية التوصل إلى انتهاء من عدد مساوادة الدستور الجديد بحلول العشرين جوان يقول بالعيد فما كان ربي اللي نجم يجاوبكم ولا سيدي بالأحسن يعني اليوم السؤال تطرح عليه يخي اليوم أحنا النجمه النهار عشرين نحضره دستور يكون حاضر اليوم أحداش في الشهر وغدوة فما جلسة ثالثة أثناش في الشهر إش قعد العشرين قعد يعني أيام قليلة أسبوع ولا أكثر شواء ثمانية في الثمانية أيام هذوم إيس كن نجمه نكتب الدستور والليقى لهم موضوع ذا نجم يجاوبكم عليهم ربي وإلا سيدي بالأحسن والحقيقة تصريحات كني نجم يتفيد التصريح ذا شو معناها لكلام هذية شو معناها تقول هذا كني نجم يتفيد الموضوع ولكن بخصوص الفصل الأول من الدستور والهوية العربية الإسلامية لتونس والتوينس يقول بالعيد هذية تونحطوه ياسيدي في الدستور الخطر هو كيخرجت الكلمة كينت فيها وكأنه جس نبض هو كيسار عليها إشكال الفت انتبه هم بيش في الدستور القادم يحطوا ينصوا على الموضوع هذية و بيش ما يصيرش عليه جدل من بعض ولا رفض من بعض يقول بالعيد إنه مش من الضروري أن نتحدث عن أشياء لا معنى لها يقول بأنه الإسلام ما هو إلا تحديد لعليقة الإنسان بربه ويقول في يوم القيامة هل ستتقدم الدولة التونسية أمام الله للحساب عليش معناه تقول الدولة الإسلام دين إخي معناه مش تتقدم للحساب قدام رب هذا على حد كلمه هو يعني هو اللي قال كلمه ذي الحقيقة يعني تصريحات أثارة الجدل في نقاط أخرى بخصوص الوقت يقول بأنه من نجموش معناها نعمل جلسات حوار كل يوم على خاطر حسب تعبيره هو الناس اللي مشاركة في الحوار معناها عندهم مشاغل وعندهم أولويات وعندهم أشغال يقول الجلسة متعودوا بشي تشارك فيها الحكومة والأحزاب اللي مشمولة معناه بالجانب الاقتصادي والمالي يقول زيدا أنه النهار عشرين بشي حظروا النسخة الأولى ولا المساودة متاع الدستور هذية وبتبعة الحال يقول بأنه كل شيء بشيكون عالمي ورام بشيكتب حاجة مقتنعة بيهم وحاجة بينصور اتفق عليهم مع رئيس الجمهورية قيسي سعيد في جلسات سبقت هالحوار الوطني هذية اللي معمول ونلقاو اليوم معناها جدل كبير على التصريحات هذية اللي يحكي فيهم بالعيد في الوقت اللي صايرة احتجاجات كبيرة اليوم في صفاق خمسة أحزاب كاملين مشاركين في الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتي نلقاو مثلا غازي شويش يقول ويتهم هيئة الانتخابات يقول هي مكلفة بتزوير الاستفتي على حد تعبير ويقول اللي الهيئة مونصبة وما تتوفرش فيها أصلا الشروط اللي فرضها الدستور التونسي والقوانين التونسية نلقاو زادا يوسف الصديق المفكر يوسف الصديق يقول بانو الجلسة اللو لم تعالحوار ما كانتش في المستوي بالكل ويقول الحمد لله انهم هما ماستدعاوش معناه هما هبطلوا اسمه فريدة رسمية وما بعد ما كلموا حد وما بعثوا حتى انفيتاسيون كيما بعثوا للأخلي يقول الحمد لله اشكر الله اني ما كنتش من بين الله حاضرين وما شاركتش في الحوار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة